بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث في باب إزالة النجاسة مسألة ضوابط الأعيان النجسة الضابط الأول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس ويستثنى من هذا الضابط ثلاثة أشياء الأول الآدمي فهو طاهر مع أنه حيوان محرم الأكل لكنه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ما لا نفس له سائلة يستثنى أيضا ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له سائل فهذا أيضا هو محرم الأكل مثلا يمكن أن نمثل لذلك بالذباب أو البق أو غير ذلك من ما لا دم له سائل الخنفساء البعوض كل هذه ليس لها دم سائل ولكنها مع ذلك محرمة الأكل وبالتالي تستثنى من هذه من هذا الضابط كل حيوان محرم الأكل فهو نجس يستثنى منه ما لا نفس له سائلة كما ذكرنا من الأمثلة ما يشق التحرز عنه وهذا ذكرها الفقهاء كالهرة فإنها تكون من الطوافين على الناس في بيوتهم قال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بطهارة ياري كونها من الطوافين والطوافات ويفهم أن ما عداها نجس الضابط الثاني من ضوابط العيان النجسة كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس إذن هذا ضابط كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس سواء كان عرقة سواء كان بولة سواء الدم كل ما يخرج منه فهو نجس لكن أيضا يستثنى من ذلك أشياء من هي الآدمي مني الآدمي طاهر فهو خرج من محرم الأكل لكنه طاهر وذلك لما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب فيصلي فيه فلو كان نجسا لم اقتصرت على مجرد الفرق بالأضافر ولا كان غسلته بالماء أيضا يستثنى من هذا الضابط ما خرج مما لا نفس له سائلة يعني مما لا دم له سائل وذكرنا الأمثلة على ما لا نفس له سائلة فإذا خرج منها شيء فإنه يستثنى من هذا الضابط أيضا ما يشق أو ما يشق التحرز عنه كالهرة فإنها فإنها عرقها أو لعابها أو نحو ذلك ما يخرج منها فإنه ليس ليس بنجس الضابط الثالث كل ميتة كل ميتة نجسة هذا الضابط كل ميتة نجسة هذا من ضابط الأشياء النجسة والميتة هي ما ماتت حدف أنفها دون ذكات شرعية ويستثنى من ذلك ميتة الآدم فإن الآدم لا ينجس لا حيا ولا ميت ويستثنى كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة ما لا دم له سائل فإنها تستثنى من الميتة النجسة أيضا ميتة حيوان البحر كالسمك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا دمان وميتاتان وذكر الميتاتان السمك والجراد الجراد هو مما لا نفس له سائلة الضابط الرابع كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس ويستثنى ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة مثل الشعر فهو طهر وإن كان انفصل من حيوان ميتته نجسة كذلك الصوف والوبر والريش هذه كلها هذه كلها مستثنى من ما انفصل من حيوان ميتته نجسة الضابط الخامس الدم فهو من الأعيان النجسة والدم ينقسم إلى أقسام دم الحيض والنفاس وهذا بالإجماع نجس الدم المسفوح أيضا هذا نجس بالإجماع إلا أن يكون دما مسفوح القسم الثالث الدم الخارج من بدن الإنسان كما لو انجرح وخرج من يده أو رجله ونحو ذلك فهذا فيه خلاف وجمهور أهل العلم على أنه نجس دم الشهيد إذا انفصل عنه فهو أيضا نجس أما إذا كان عليه فإنه لا ينجس فإنه لا يعتبر نجس لأن لو كان نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائهم لكنه لم يغسلهم فدل على أنه ما دام على الشهيد فهو طاهر أما إذا انفصل فهو كغيره من الدماء القسم الخامس من أقسام الدم الدم الذي يكون في عروق اللحم إذا ذبحت الذبيحة وذكي الذكاء الشرعية فيبقى في اللحم بعض العروق فهذا أيضا ليس بنجس وإنما هو وإنما هو طاهر ولا بأس به ما خرج من حيوان ميتته نجس ما خرج من حيوان ميتته نجس مثل الشاه ميتتها نجس فالشاه لو انجرحت وهي حية وخرج منها دم فهذا الدم يكون من الدم المسفوح وحكمه نجس ما خرج من حيوان البحر الدم الذي يخرج من السمك ونحو ذلك قال هل العلم هذا طاهر وليس بنجس إذن هذه أقسام ينقسم الدم إليها منها ما هو نجس بالاتفاق ومنها ما هو نجس فيه خلاف هل هو نجس أم لا ومنها ما هو طاهر كما ذكرنا في القسم السابع هذا والله أعلم وأحكم